الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فخطبة الحاجة تقال عند عقد النكاح وهي كالتالي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله هذه كانت خطبة النكاح أو خطبة الحاجة يقولها الرجل أو الخطيب ثم يطلب حاجته هذا والله أعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم